سلام عليكم واسعد الله وقاتكم كل خير وصحة وسلامة ويوم سعيد على الجميع وتقبل الله طاعتكم حياكم الله معاي في حلقة جديدة من حلقات غربان في رمضان واللي اتكلم فيه كل يوم عن سيارة وسيارتنا اليوم كان لي شرف استقبالها اول ما نزلت في الخليج وبالتحديد في دبي في الشرق الاوسط في الالفين وتسعة عشر وصراحة فاجأتنا الكدلك فيها السيارة الصغيرة الكبيرة اللي هي الاكس تي فور واللي دخلت الكدلك في عالم او في مجال جديد بالنسبة لها اللي هو مجال الكروس اوفر السيارات الشبابية والعائلية الصغيرة اللي تصلح لكل افراد العائلة وقبل ما ندخل في حلقتنا احب اني اشكر الشركات اللي شاركتنا في هالموسم واكيد الرعاة الكدلك في اخر عشر سنوات صارت تبهرنا تصاميم جديدة تكنولوجيا جديدة سيارات ممتعة في القيادة سيارات قمة في الفخامة وسيارات اسعارها في متناول اغلب الناس ودخلت فئات جديدة في سياراتها زمان كنا نعرف الكدلك اللي هي سيارة الناس اللي كبار في السن مثل ما كنت اتكلم قبل كم يوم عن الرولز رويس وكنت اتكلم عن البنتري انها كانت الاشخاص اللي كبار في السن الكدلك حاولت انها تعدي المرحلة هذه مثل ما عدتها الرولز رويس والبنتري وجابت الجيل الجديد فنقدر نقول التصاميم الجديدة في الكدلك فعلا جذبت الشباب قبل كم يوم كان ضيفنا الاسكليد وكان واحد من السيارات الناجحة بجميع المقاييس واللي دخلت العنصر الشبابي لسيارات الكدلك في الفترة الاخيرة دخلت السيارات الجديدة رح نشوف XT4 رح نشوف CT4 CT5 وطلعت منها فئات اقتصادية وطلعت منها فئات رياضية وستة سلندر وثمانة سلندر وسوبر تشارج وتيربو وسيارات فعلا تقدر تاخذها الحلبات وسيارات اقتصادية تقدر انك تدوم فيها بشكل يومي او خلنا نقول تكون سيارتك الوحيدة اللي تستخدمها كل يوم فالكدلك قررت انها تطلع بسيارات في فئات تكون اصغر والXT4 كان واحد من هالسيارات واللي بنشوف انه مرتبط مع الCT4 فرح نشوف انه فيه CT4 وXT4 فيه CT5 وXT5 وفيه CT6 وفيه الXT6 وهلهم مجرع ونتمنى ان شاء الله ان نشوف في المستقبل سيارات تكون كوبيه ورياضية مثل ما عودتنا الكدلك السيارة هذه اول عنصر اساسي اشتغلت عليه الكدلك قالت انا ابغى اخفف الوزن فرح نشوف انه وزن السيارة هذه اقل فئة تبدأ من 1600 وشي كيلو انت تتكلم على سيارة كروس اوفر يعني مرتفعة عن الارض وفيها امكانيات انك تطلع فيها طلعات خفيفة اذا خدتها في الدفع الرباعي المساحات اللي فيها جدا ممتازة سيارة عملية السيارة محركة ممتاز الاربع سيندر تيربو التكنولوجيا اللي فيها قالت الكدلك احنا ما رح نتفلسف احنا رح نجيب افضل اللي موجدين في السوق فتعاونت مع شركة زد اف وطلعوا لك احلى احساس رح تشوف نظام تعليق مريح اذا بتاخذ فئات اللوكجري الفخمة ورياضي ومتكيف اذا بتاخذ السيارات او الفئات الرياضية السبورت رح تشوف عندك احساس السكان او الدراكسون اللي ولا اروع وفعلا لما انجربتها في دبي استمتعت في هالسيارة حتى لما انجربت السيتي فايف في الكويت فيها متعة قيادة رهيبة القوة اللي في المحرك لا تستهن فيه صح انها اربع سيندر لكن التيربو اللي فيه ما شاء الله ما يحسسك بوزن السيارة بالعكس تحس السيارة فعلا خفيفة وهي اصلا فعلا خفيفة تتكلم على الف وستمية اوزان السيارات الكوبي والسيارات السيدان والصالون الجديدة صار هذا اوزانها صارت 1600-1700 كيلوغرام فما بالك تاخذ سيارة تاخذ خمس ركاب وعندك مساحة في دبة الخلفية فانا من وجهة نظري ان الكدلك نجحت في الفئة هذه بجميع المقاييس السيارة مبنية على شاسيه جديد تسميه دفع امامي ومحرك امامي وتقدر تاخذها بالدفع الرباعي وجابت لك في السيارة هذه الوان جميلة عطتك داخليات جميلة ووفرت لك ثلاث فئات تبغى فئة اللوكجري تبغى فئات البريميوم اللوكجري اللي هي اللوكجري اللي بتكون فخمة وكاملة المواصفات او السبورت الرياضية اللي بتشوف بدل الكروم اللي متعودين عليه في الكدلك رح تكون ملامح الخالجية بالاسود فرح تشوف الكل الكروم اللي موجود خارج السيارة بيكون بالاسود حتى مقدمة السيارة بتكون بالاسود احساس السيارة رح يكون رياضي الداخلية رح تكون رياضية عكس اللوكجري اللي بتكون فخمة جدا المواد اللي استخدمتها الخشب الجلد الكاربون فايبر في الفئات الرياضية الالمانيوم فعلا السيارة هذه تقول لك الكدلك احنا ماخذين الموضوع بشكل جدي اليوم احنا نشوف الفيسلفت او تغييرات منتصف العمر على هالسيارة الجميلة واللي تعتبر واحدة من اهم سيارات الكدلك مع ان عمرها قصير يعني احنا نتكلم في الجيل الاول من هالسيارة وتونه في اول فيسلفت او اول تغييرات منتصف العمر خلونا ناخذ وش التغييرات اللي صارت على السيارة اول شي مقدمة السيارة تغيرت بشكل كبير رح نشوف الشبكة الامامي مختلف رح نشوف اضاءة LED بالكامل في مقدمة السيارة والكدلك من اقدم السيارات اللي استخدمت الليد او ال LED في الاضاءة اللي موجودة فيها مقدمة السيارة عصرية وجديدة وحديثة وتحطك فعلا في المستقبل خلفية السيارة جديدة نفس الشي اضاءة جديدة ملامح جديدة فعلا خلتك تعيش انك مااخذ سيارة جديدة اكثر من انه يكون فيس لفت او تغييرات منتصف العمر وطبعا اكيد رح تتوفر بالثلاث فئات اللي هي اللوججري والبريميوم لوججري والسبورت الثنتين الاولية اللي تعتبر السيارات الفخمة بينما الثانية او الثالثة اللي بتكون الفئة الرياضية وبنشوف الفئات هذه رح تاخذ كل فئة القرل او الشبكة الامامية اللي خاص فيها والملامح اللي بتكون في مقدمة السيارة اللي مختلفة فرح تشوف اللوججري رح تكون مقدمة من الجنب ومن الخلف لها شكل خاص فيها لو تطلع للبريميوم لوججري رح تشوف شبك مختلف الترم او الازياج او اللي على جوانب السيارة وخلفية السيارة بتكون خاصة في البيميوم لوججري بينما رح تشوف في السبورت كل شي بيصير اسود الشبكة الامامية بيصير شكل مختلف وبلون اسود جوانب السيارة واكيد من الخلف فرح نشوف انه صاروا يحددون فئة السيارة مجرد ما تطالع فيها رح تعرف السيارة هذه هل هي لوججري بريميوم لوججري او سبورت رح نشوف الوان جديدة الخارجية السيارة رح نشوف رنقات جديدة وعصرية وحديثة وعندك الثمنتاش وعندك العشرين انش ولو تفتح باب الكدلك الاكستي فور رح تشوف داخلية متغيرة رح تحس انك جاي في الفيوتشر او في المستقبل رح تشوف تصميم جديد شاشة قدام الساق ثلاثة وثلاثين انش شي رهيب والريزوليوشن في شاشة هذه عنده امكانية انه يعطيك الى تسعة مو باربعة ولا ثمانية الى تسعة يعني بيكون الوضوح في الشاشة هذه غير عادي فلو دخلت في اللوكجري رح تشوف داخليتها معتمدة بشكل كبير على البيانو الاسود اللي يعطيك الفخامة ولو طلعت لل بيميم لكجري رح تشوف الخشب والفخامة والدفء داخل البييم لكجري من الكدلك والسبورت رح يكون عندك خيار اذا تحب الكاربون فايبر واللي بيكون كاربون فايبر اصلي او اذا تحب الخشب رح يكون عندك الخيار هذا والخيار هذا طبعا حسب داخلية او لون داخلية السيارة وبما انه شفنا شاشة 9K و33 انش رح تشوف انها كيرفت او مائلة جهة الساق وبما انه قلنا شاشة كبيرة و33 ال 5G واي فاي ابل كار بلاي اندرويد اوتو ويرلس رح يكون عندك شاحن لاسلكي رح يكون عندك الجوجل مابس خدمات الجوجل رح تكون موجودة على السيارة اليكسا رح تكون موجودة في السيارة حتى ال sound system ال AKG واللي شفناه قبل كم يوم في الاسكاليد الكذلك الاسكاليد رح يكون الان موجود عندك في ال XT4 و13 سبيكرز او 13 سبيكر واكيد من الاشياء اللي تهم كذلك اللي هي سلامة وامان ملاك سياراتها فرح نشوف انها رمت كل التكنولوجيا اللي انت تحتاجها في السيارة الجديدة فرح نشوف عندك النقاط العمياء اللي رح تنبهك حتى على السكان وتعطيك اهتزازات في السكان رح نعطيك التنبيه لما ترجع للخلف اذا فيه سيارات او فيه اطفال او شي رح تشوف انه فيه التنبيه من المشاف الشارع او الاشخاص اللي راكبين القاري او السيكل الاضاءة اللي تشتغل عالي والواطي بدون ما تدخل رح نشوف النظام اللي يخليك تثبت في المسار واللي يحدك لما تطلع من المسار حتى الركاب اللي في الخلف اذا ركبوا سيارتك وما ركبوا الاحزمة او ما ربط الاحزمة رح تعطيك تنبيه بالاضافة طبعا لل دابتف كروس كنترول او مثبت السرع المتكيف واللي نبهك اذا وصلت تقاطعات اذا فيه واحد جاي مليمين او مليسار وانت ما كنت منتبه رح نشوف فيه الكاميرات اللي 360 درجة بتكون دقتها جدا عالية حتى النظام اللي يقرأ السرعات المحددة في الطرقات رح تعطيك تنبيه ورح تحاول هتتأقلم مع السرعات علشان ما تاخد مخالفات والاهم من هذا كله علشان سلامتك وسلامة الاخرين اللي معاك في الطريق المحرك اللي هو الاربع سلندر الالفين سي سي تيربو 235 حصان و350 نيوتن متر العزم مربوط مع غير تسع سرعات ممتاز وعملي واقتصادي ولو حبيت انك تعطيها سبورت رح يعطيك الاداء الرياضي الممتع فتقدر تختار في جميع الفئات القيادة الرياضية او القيادة في الثلوج او القيادة العادية اللي بتكون مثلا داخل مدينة او القيادة الاقتصادية بينما الفئة الرياضية سبورت رح يكون عندك النظام التعليق الادابتف او المتكيف اللي حاول انه يشوف حركة التواير مع بدي السيارة اذا كان الطريق سالك او اموره تمام او اذا كان مكسر فرح يحاول انه يتأقلم مع الطريق اللي انت ماشي فيه والدفع الرباعي اللي بيكون ذكي جدا واللي يقدر انه يدف القوة والباور بين المحور الامامي والخلفي اذا احتاجت السيارة للشيء هذا خصوصا في التسارعات العنيفة او اذا كان فيه زلق او امطار او ثلوج ما تخاف او تقلق ان السيارة هذه ممكن انك تعلق في مكان وتطلب لك مثلا رح نشوف ان الدفع الامامي رح يكون التانكي حجمة ستين لتر فاصل اثنين بينما الدفع الرباعي المستمر رح تكون اكبر تقريبا بلتر ونص يعني هذه معلومة حلوة تعرف ان التانكي يكون مختلف شوي اذا نتكلم عن القوة رح تاخذ الـ 200 و 35 احصان رح تحس في السيارة هذه لما تجي تسوقها فزتها حلوة لانك تاخذ كامل التورك او كامل العزم من الـ 1500 ربيم لو بنشوف نظام التعليق فبنشوف ان الستاب كأنه حق سيارة رياضية الامامي ماك فرسون بينما الخلفي بيكون اللي هو الـ 5 جوينتز او الـ 5 لينكس اللي لو ترفع لك اي سيارة رياضية ممكن انك تحصل هالنظام موجود فيه نظام التعليق رح يكون عندك الستاندرد التقليدي او بيكون عندك الرياضي اللي بيكون على فئات خلال وضعيات القيادة انه يكون خفيف او انه يكون رياضي البريكات رح نشوف الامامية حجمها 321 ملي الخلفية 315 حجمها ممتاز خصوصا نتكلم على سيارة بيكون وزنها خفيف الرنقات والجنوط قلنا فيه 18 و 20 التوائر رح يكون حجمهم 235 على الـ 60 الـ 18 ممتازة جدا للاشخاص اللي دايما يطلع بر او في طرق مكسرة وفيها حفر ومطبات فبيكون الـ 18 ممتاز لو تبغى الرنق العشرين او تطلع الفئات الاعلى فبيكون 245 على 45 على 20 كل التوائر رح تكون لجميع الفصول مو مخصصة مثلا للصيف او مخصصة مثلا للشتاء ممتاز خصوصا اغلب اجوانة بتكون يعني يا صيف يا شتاء قاعدة العجلات في السيارة ممتازة نتكلم على مترين و 77 سانتي تعطي مساحة داخل الركاب طبعا المساحة هي اللي بين المحور الامامي والمحور الخلفي طول السيارة 4 متار تقريبا و 60 سانتي وعرض السيارة تقريبا مترين و 12 سانتي طبعا مع المرايا الخارجية ارتفع السيارة بيكون 162 163 سانتي ميتر او متر و 62 او 63 سانتي يعني ما هي بالسيارة اللي مرتفعة جدا طائحة في الارض فرح يكون الركوب فيها ممتاز وسهل لأفراد العائلة الوالد الوالدة اللي يعطيهم العافية ارتفاعها عن الارض 17 سانتي ممتاز خصوصا في المناطق اللي بيكون فيها مطبات بيكون فيها الطرق غير مستوية فما تشيلهم السيارة هذه انها بتكون نازلة ارتفاعها جدا ممتاز وزن السيارة زي ما قلت في بداية الحلقة واللي هو الكي او مفتاح النجاح في السيارة هذه يبدأ من 1660 اللي هي الفئة الاساسية اللي تكون دفع امامي والمساحات في الخلف انا اشوف انها جدا ممتازة يعني اتكلم على مساحة الدبة لو عندك اربعة او خمسة اشخاص راكمين داخل السيارة فرح تكون مساحة الدبة 637 لتر جدا ممتازة لكن لو تبي تكبرها وتصفط الكراسة الخلفية فرح يكون عندك 1385 لتر مساحة جدا ممتازة عندك بايك عندك شغلات بسيطة تبي تسحبها معاك تبي تقطرها في الويكند السيارة هذه تقدر تسحب الى 1588 كيلو رقم ممتاز تتكلم على سيارة كومباكت وصغيرة وشبابية لكن لازال فيها امكانيات انها تقدر تسحب معاك مثلا الموتربايك اذا بتطلع مثلا حلبة السباق او شي ما عندك اي مشكلة في بعض المميزات اللي ممكن اغلب الناس ما ينتبه لها لكن حنا عشق السيارات دايما نندقك فيها اللي هي الكراسي اللي يكون فيها تسخين واللي اهم منه اللي هو التهوئة فالسيارة هذه رح يكون عندك خيار انها تكون تسخين وتهوئة ومساج فاللي بيسافر واللي متعود لسيارات لكدلك ايام جيل الطيبين فالسيارة هذه رح ترجعك الاجيال او زمن الطيبين اللي تشغل وتسافر فيها الف الفين كيلو ما عندك اي مشكلة دام عندك كراسي بتكون مريحة وفيها مساج والجو حار فيها تبريد الجو بارد فيها تسخين وتوصل مشوارك وانت مرتاح للاشخاص اللي همهم استهلاك البنزين فرح نشوف تجي على فئتين اللي هي الدفع الامامي داخل مدينة تقدر تمشي فيها في اللتر الواحد 10.2 كيلو بينما في الطرق السريعة تقدر تمشي فيها 12.3 كيلو بينما الدفع الرباعي رح تقدر تمشي فيها داخل مدينة 9.8 كيلو في كل لتر او في الطرق السريعة 11.9 كيلو لكل لتر يعني بحسبة سريعة ممكن تمشيك فوق الـ 500 إلى اقتصادية سواء كانت في السفر او داخل مدينة يعني بين الاثنتين اشوف انه جدا ممتاز انه اي سيارة تعديك الـ 500 كيلو انا اشوف انه رقم جدا ممتاز بنهاية حلقتنا اليوم اتمنى تعطوني رأيكم في شكل السيارة الجديد والتغيرات الجديدة الخارجية والداخلية انا اشوف ان التغيرات صراحة فاجأتنا فيها الكدلك انها فعلا عضتنا شكل خارجي جميل وشكل وتصميم وتكنولوجيا داخلية جديدة وتحمسك انك تروح اقرب وكيل وتشوف السيارة ويمكن تجربها ويمكن تحطها في الشورت لست او في الخيارات اللي تقول والله ممكن اني افكر اني اشتريها في القريب العاجل اذا كانت السيارة هذه تناسبك نتمنى لك التوفيق اذا احتجت اي مساعدة اكيد لازم انك تسأل الخبراء او الاشخاص المستشارين ايفيدونك انا موجود اذا حبيت اتواصل معاي نشوف اذا كانت السيارة هذه تناسبك او تناسب اهلك ابرك ساعة اتمنى انكم استمتعتوا معاي في حلقة اليوم ونشوفكم ان شاء الله غدا في حلقة جديدة من غربان في رمضان وفمان الله